أمس كان اجتماعاً مهماً في بلدية مدينة الرباط ما هي أهم النقاط التي كانت لديهم المصدقة؟ بعد مسلسل طويل العرق على منطرف بعض الأطراف في المجلس الحمد لله عقنا الدورة السيطنائية التي دولنا فيها مجموعة من النقاط الحصيلة الإجمالية هي كالتالي أولاً بعدها في حصيلة سياسية لأن الناس الذين كانوا يعرقون بعض منهم اللي كان مخلش الضورة أنها تدوز هاد مرادز ترغم أنهما كانوا يدعون المطالبة به باقي ما درت فيه التحاجة هذا من حيث نبدأ إذن ما الذي تحققه؟ يمكن نقول بأنه اللي درس المجلس أولاً دوزنا ثلاثة المقرارات عنده علاقة بالاستمارات داخل المدينة جوج عنده مع علاقة بالإيدن الرضال باشتروا حدث الأشغال لأنه في بعض الأحيان في بعض الأحيان كان أشغال ممكن نشأل رضال بلما نعطيه احنا المقرارة للمجلس عدنا مقرار ثالث هو أنه المياه والغابات مشكورة نعطونا جزء من الوعى العقاري دعلاب الرضي المحطة الطرقية اللي هي معلمة حقيقية على المستمدنة الرباط باش يمكننا نديروا التهيئة الخارجية دير بعض المعالم دير التهيئة الخارجية بالخصوص للقناطير إلى غير ذلك على مستوى المحطة الطرقية وبالمناسبة هاد محطة اللي لمدد الإنجاز ديها لثلاث سنوات وكانت تعطى الحاجزة الأسدية من طرف صاحب جل حافظه الله يعني في أكتوبر 2017 عشر هي متقدمة جدا في الأشغال ديها ونتوقع فعلا أن تنتهي الأشغال في الأجل المحددة ديها ويبدأ فيها الاشتغال يعني بالنسبة للمحطة الطرقية الحاجة الثانية هو دفتر التحملات المرتبط بالدعم للجمعيات نحن ندرنا تجربة ولكننا دفتر التحملات اللي كنا نشتغلوا به دفتر فيه شوية الصرط صارمة وبيناتنا تجربة بأنه يخصنا نعالجو هات الشرط باش فعلا نمكنه الجمعيات اللي كتدير واحدة عملت القرب بعمل تنماوي حقيقي أنها فعلا تجد واحد الدعم رغمها ببساطتي ولا تواضعي بالنسبة للجامعة فإذا اعتمدنا الدفتر وبصطنا الآن الشروط دياله ودخلنا فيه يعني المبدأ ديل التعطى ميناح للجمعيات مش فقط غير الدعم ديال المشاريع الحاجة الثالثة هو أنه اعتمدنا القرار الجبائي القرار الجبائي اللي في تقديرنا غادي شكل طورة حقيقية في مرتبط بالتطوير ديال المواريد لمالية للجامعة اللي ندري في واحدة عدية التعديلات مهمة اللي بها بغي نسعو الوعى يعني الضريبي ديال 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 الجامعة وطبعا هذاك شارد يكون عنده أطار ان شاء الله بالنسبة للمية المواريد المالية ديال الجامعة كان نقطة أخرى اللي عندها ارتباط يعني بالمخصصة الإجمالية المقاطعات برسم 2020 الآن كان أعطيهم مبلغ إجمالي كبير يعني كبير له واتنين وتسعين فاصل خمسة دمليون ديال درمي ببعنا تسعة دملير ومتين خمسين مليون هذا كله كمشي اللي عمل ديال القرم اللي كتشتغل على المقاطعة كين واحد نقطة أخرى يعني ديال ديال تحويلة المالية باش ندير المساهمة الجامعة في مهرجان ديال الأنوار وبالمناسبة بغيت نتقق في هذا القضية لأنه هذا المهرجان دابو قجعي كون لا هو هو مهرجان يعني هذا نشتغل عليه منذ سنتين ودرنا أنه يدار الرباط من كتدر في مهرجان ماشي فقط مهرجان احتفالي هو مهرجان ديال إشعاد المدينة ككل وإحنا كنتقلموا على الجامعة درباط لعاصمة الملكة المغربية إذا نحن بعض الناس ضيقوا شوية أنه مهرجان لاحتفال بعيد العرش علما بأن الاحتفال بعيد العرش رأيها مفخرة وهي مناسبة وطنية ما كان شيش كال ولكن هذا توازى مع الاحتفالات ديال عيد العرش وهو اشتغال عليه منذ مدة وهو مهرجان اللي فيه ثلاثة الأطرى فيه ربعات الأطرى فيه الولايات درباط ساقونا يترى فيه الجهة درباط فيه المجلسة العملات درباط وفيه المجلسة المدينة درباط إذا المساهمة ديالنا نحن من مجلسة المدينة درباط قيلة واحد الزملاء اللي كان لديه الاحترام والتقدير قال بأنه هزينا الفلوس للصحة ودينا المهرجان هذا غير صحيح غير معقول غير مقبول ما يمكناش نهزو الفلوس للصحة ندون المهرجان هذا الاعتمادات المالية أولا احنا كجماعة من المادة 78 حتى المادة 93 في القانون التنظيمي بالاختصاصة في الثالثة الجامعة يا الداتية يا المنقولة يا المشتركة ما لدينا اختصاص في الصحة لدينا اختصاص للصحة يعني الحفظ الصحة لدينا صالي بيرتي بيبليك اللي ما لديش عالقه بلا صنطي طبعا وهذا كندره في برنامج يكفي انه يلا نتكلموا اللي راه كلام كبير غنقوله وعدنا برنامج كبير جدا في مرتبة يعني بحفظ الصحة فإذا هذيك الأموال احنا اخذيناها من واحد السطر مالي ديال المساهمات الجامعة في الرميد اللي عمر هذي الاعتماد المالي ما تنفق في ديالنا راه لا اثار له على مستوى الخدمات القرب على مستوى الخدمات المواطنين على مستوى زمن ما يجبون نقدمه في طرق تصاصنا وكل الجماعة سيد نايف العمداء أبغيناك تعطينا واحد الفكرة حول المحطة هذه الطرقية الجديدة هي هي محطة طرقية بمعايير كبيرة دولية الموقع ديال أولا غادي يكون حدا يعني مدير ما شاء يكون راه الموقع ديالا قريب من الموقع المستقبلي ديال محطة ديال القطار ديال حير رياض وهذا كتسهل مؤموري ديال التكامل بين وسائل ديال التنقل مديره في الخرجات مدينة الريبات لأن المحطة الحالية رات قريبا هي في الداخل المدينة بكل ما تطرحه من إشكالات ديال التنقل وتسير الحضرية وديال التنقلات الحضرية بشكل عام وهي محطة بمواصفات كبيرة جدا يعني على مساحة كبيرة 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 بزاف وهيكتارات والاستثمار المالي ديال المحطة البناء دياله و الجهيزات دياله بوحدها مئتين مليون ديرم بيون عشين مليار والجماعة تساهم فيها بربعة عشتر مليار ووزارة الجهيز ستعطيه ستاد الملاير ولا بد من تأكيد بأنه معنا وزارة الداخلية طبعا لأنه المديرية ديال الشؤون القرب الخصوص حين كان جزء من الوعاء العقاري اللي هو مرتبط بلقيش يعني بالأراضي ديال الجمعة من غير التجهيزات يعني الخارجة ديال المحطة وكان ضمن مقتنعين بأنها ستطفي قيمة كبيرة على مسؤول الخدمة العمومية للنقل وحتى الخدمات ديالها ستكون خدمات متطورة جدا حتى على مسؤول التدبير تم اتخاذ مقرر بأنه ستحدث ليها شارك هذه التنمية المحلية باش يكون عنده واحدة متخصصة مهنية لي كتضبرها باش نحن تأخذ معهمية مهمة هات الشركة هاتي ممكن تكون تستطاعة ديالها باش نوعا ما نشاهد فوضى نوعية في هاد البحطة الحالية اللي فيها قوة الازدحام الحافلات اللي ما تدخرج الحافلات اللي تتبقى في الشريع العمومي وتتبلوكي تقريبا سير ديال السيارة طريقة ديالتدبير ديال محطة المقبلة إن شاء الله كيخست تكون بمواصفات ديال الانسيابية وديال عمل مهني اللي سميته الفوضى مخصوش يبقى مخصوش يبقى إلا كنرى مخصوش يبقى بعض المظاهر ديال حاجات مشاهدك ما كيخستش أن تبقى بالمطلق ولده كما قلتك شركة يعني الولايات الجماعة وزارة الجهيز وحتى المهنيين غاد يكونوا معنا في الشركة اللي هادين حدثوا إن شاء الله ديالتدبير ديال المحطة باش فيعل تكون كتأدي واحد الخدمة في المستويات ديالجودة الأرفع الممكنة